طلابنا العزاء طلاب الصف الثالث السنوي أهلا وسهلا بكم قبل من نتكلم يا شباب عنا بقية الفصل الأول تعال نشوف أسئلة الجزء اللي فات كانت أولى محاولات فرنسا للسيطرة على مصر جزء من التنافس الاستعماري مع إنجلترا ولا هولندا ولا روسيا ولا لبسا طبعا أولى المحاولات أيام لويسل 14 أراد ضرب التجارة الهولندية يبقى إذن الإجابة هولندا الله ينور عليك يستدل من تكرار محاولات احتلال فرنسا المصر في العصر الحديث من تكرار محاولات فرنسا لو تلاحظ المحاولة الأولى جاية كجزء من التنافس الاستعماري بين فرنسا وهولندا والمحاولة الثالثة والربعة جاية كجزء من التنافس الاستعماري بين فرنسا وإنجلترا يبقى إذن يستدل من تكرار محاولات احتلال فرنسا المصر طبعا الإجابة تجدد الصراع بين فرنسا وأوروبا زي مثلا فرنسا وهولندا وزي فرنسا ومين وانجلترا يرجع تشابه أفكار لويس السادس عشر مع نابليون في احتلال مصر لويس السادس عشر رد تسيل تجارة فرنسا إلى شرق أسيا بدلا من الدوران حول أفريقيا ونفس الكلام برضو نابليون يبقى إذن في تشابه بين الاتنين في حركة الكشوف الجغرافية يرجع تشابههم إلى السبب يعني حركة الكشوف الجغرافية السؤال اللي بعده فكر لويس الخامس عشر السيطرة على مصر لتحقيق أهداف لويس الخامس عشر عايز يحكم مصر يبقى إذن لتحقيق أهداف سياسية الله ينور عليكم طيب يا شباب احنا طبعا اتكلمنا الدرس اللي فات عن محاولات فرنسا في السيطرة على مصر وعرفنا أنها بدأت أيام لويس الرابع عشر ثم تقررت أيام لويس الخامس عشر ثم تجددت أيام لويس الستاشر ثم كانت المحاولة الرابعة والأخيرة للحملة الفرنسية على مصر والشام وده اللي هتكلم عنه النهاردة العوامل التي أدت إلى قدوم الحاملة الفرنسية يعني العوامل اللي أدت إلى قدوم الحاملة الفرنسية يعني الظروف اللي هيئت فرنسا أنها تسيطر على مصر خلاص كده؟ طيب وفي نفس الوقت أنا بدرس أحوال المجتمع الفرنسي يعني لازم نعرف أحوال المجتمع الفرنسي عشان نعرف المكان المتقدمين عننا ونعرف حين إزاي تهزمنا ولا إيه؟ طيب إيه العوامل التي أدت إلى قدوم الحاملة الفرنسية على مصر؟ أول عامل من العوامل دي التنافس الاستعماري بين أنجلترا وفرنسا خلال القرنين السبعتاشر والتمنتاشر الميلادي حضرتك سبب التنافس ده هتلاقيه في الكتاب المدرسي في صفحة 2 على إيدك اليمين هتلاقي معلومة إسرائية لازم تركز فيها لأن خد بالك معلومة إسرائية مش إسرائية كله محل سؤال في الامتحان فإحنا لازم نكون فاهمين كل كلمة في المدى فبيقول لك إيه سبب التنافس ده والله هو أن كان البحث عن مستعمرات خارج أوروبا أحد خصوصيات العصر الحديث وذات العصر ده أنه هم يبحثوا عن مستعمرات أنه هم يحتلوا مناطق جديدة خارج قرد أوروبا وكان سبب بحثهم عن المستعمرات ده والله هو وزور الدول الرأس مالية التجارية بقى فيه رأس ماليين وتجاريين وحالة بيع وشراء وبالتالي هنا كان نبض من إقامة مستعمرات وزاد الموضوع أكتر بعد قيام الصورة الصناعية إيه الصورة الصناعية دي تقدم هائل في الصناع حدث في أوروبا أنت متخيل تحولت الصناع في أوروبا من صناعة يدوية إلى صناعة آلية يعني بقى فيه مكان بقى فيه زيادة في الإنتاج وأوروبا خد بالك مساحتها صغيرة فالمواد الخام فيها أوليلة أوروبا عادت سكانها أوليل فالسوق يدوبك على الأد والأوروبيين دول أو أوروبا بقى فيها دول رأس مالية تجارية يعني الدول عايزة تكسب وبالتالي هنا زادت حاجة أوروبا إلى إيجاد المادة الخام عايزين يدورها المواد الخام وحاجتهم إلى بيع منتجاتهم في أسواق جديد طب نعمل إيه؟ لأن كموا استعمارات خارج كرة أوروبا بنحتل مناطق جديد أو على الأل ناخد من عدهم المواد الخام بإبلاش وبعدين نوديها لبلدنا نصنحها وبعدين نرجحها تاني نبيح لهم يبقى إحنا كده اللي كسبانين يبقى هنا ده كان سبب من أسباب التنافس الاستعماري بين أنجلترا وفرنسا هو قيام الصورة الصناعية ده كده طيب إيه علاقته ده بقى بمصر خد بالك كانت الحاملة الفرنسية جزء من هذا التنافس الاستعماري تمام تاني عامل من العوامل التي أدت إلى قدوم الحاملة الفرنسية على مصر والشام هو قيام الصورة الفرنسية سنة 1789 ميلادي الصورة دي قامت في فرنسا وتعد أول صورة اجتماعية في تاريخ أوروبا هنا لازم وقف أول صورة اجتماعية طب ليه اجتماعية لأن اشتركت فيها طبقات المجتمع خلي بالك لما لايه نحية اجتماعية يبقى طبقات لما لايه نحية اجتماعية يبقى تعليم وسحة لما لايه نحية اجتماعية بحقوق إنسان عدالة حرية إخاء مسواة كل ده خاص بالنحية الاجتماعية لازم تركز ناخدنا الناحية الاجتصادية الزراعة وصناعة واتجارة قادي الناحية الاجتماعية بالطبقات وقلنا حقوق إنسان وقلنا تعليمه ايه وصحة نرجع بقى تاني للسؤال بتاعنا الصورة الفرنسية اول صورة اجتماعية طبقها ليه اول صورة اجتماعية لان اشتركت فيها الطبقة البرجوازية الوسطى بالتحالف مع عامة الشعب هي مستر الطبقة البرجوازية الوسطى لطبقة الصناعة والتجار أصحاب المصالح التجارية والمصالح الصناعية أصحاب المصالح مش في صورة صناعية قامت في ناس أصحاب مصالح أصحاب المصالح دول حضرتك شافوا أنه مصلحتهم من هما يسيطروا على البلد وفي نفس الوقت برضي أنهما يقفوا بجالب عامة الشعب المظلومين واللي بيعانوا من الفساد والظلم اللي هما العمال بتحهم ممال المصالح وكمال الفلاحين فالمهم اشتركت الطبقة البرجوازية الوسطى بالتحالف مع عامة الشعب وقاموا بأول صورة اجتماعية قاموا بها ضد مين؟ ضد الطبقة العليا وضد الملك اللي كان بيحكم ببلاد حكم ظالم وهو الملك لويس السادس عشر نتائج الصورة الفرنسية أول نتيجة من النتائج دي القضاء على الملكية وعلان الجمهورية يان هراب يد ده غيروا في النظام السياسي يا مستر خد بالك النظام الحكم في أوروبا كان نظام ملكي خد بالك وده يعمل مشكلة كبيرة فرنسا بقى غيرت نظام الحكم بدل ما خلت النظام الحكم الملكي خلته ايه؟ جمهوري معنى كده ان من نتائج الصورة الفرنسية نتائج سياسية النتائج الصورة الفرنسية انها غيرت في النظام السياسي ما هو مش يجيب لك صريحة الغاية الملكية وعلانة بعمري ما فيش الكلام ده خلاص بيجيب لك بقى بيغير في المعاني فيقول لك ايه التغيير في النظام السياسي يقول لك نتائج ايه سياسية كمان من نتائج الثورة الفرنسية القضاء على النظام الإقطاع يعنيها مصد نظام الإقطاع والسياسية دي الإقطاع هم فئة صغيرة تمتلك مسحات كبيرة من الأراضي والفلاحين شغالين عندهم عدد أولاي بيمتلك كل الأراضي اللي هي الطبق العليا طبعا بسيطان على كل الأراضي الزراعية والفلاحين زي العبيد بيعانوا فطبعا لما قامت الثورة دي وهي ثورة اجتماعية تخلصوا من النظام الإقطاعي وبالتالي هنا خلينا أسألك سؤال أكتر الفئات استفادة من الثورة الفرنسية فئة الفلاحين الله ينقول عليه طب هي موجودة عندنا في الكتاب مش موجودة كما أنت لازم تكون فاهم يعني نظام إقطاعي فلما تم القضاء على النظام الإقطاعي الفلاح حاله اتحسن وبالتالي بقى حياته مستقرة يبقى ده بالنسبة القضاء على النظام الإقطاعي النتيجة التالتة إعدام الملك لويس السادس عشر زي ما تشايفه صادق في الصورة تم إعدامه بالمقصلة قطعه دماغ لويس السادس عشان كده بنقول أن الصورة الفرنسية زو أحداث دموية دم لويس السادس وزو نتائج سياسية اللي هو إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وزو ركائز اجتماعية نها ركزت على البعد الاجتماعي ركزوا يا شباب في كل جزء أنا بقول عليه تعالى بقى نشوف موقف ملوك أوروبا من الصورة الفرنسية ملوك أوروبا طبعا ينزعبوا جدا من قيام الصورة الفرنسية لذلك قرروا أن هما يقضوا على الصورة أو على الأقل يبنعوا تصروا بمبادئها خارج حدود فرنسا مش مشكلة نعمل أي حاجة المهم أن مبادئ الصورة دي ما تنتشرش فيه قارة أوروبا وكانت إنجلترا تمثل عنصر مهم من هذا التحالف والسبب كده طبعا التنافس التقليدي العداء التقليدي اللي هما بين إنجلترا وفرنسا اللي بيرجع خلال الكارنالي السبعتاشر والتمنتاشر الميلادي وبالتالي كان لابد إنجلترا تشارك عشان تقضي على الصورة الفرنسية تمام كده؟ طيب لكن كان موقف فرنسا أنها تصدت لكل الدول الأوروبية بكيادة نابلون بنابارت اللي توسع لحساب الدول الأوروبية في بلجيكا وهولندا وإطاليا ووصل حتى ربوع نهر الرين خلاص كده يبدأ بالنسبة لموقف الحكومة الفرنسية بخلي بأي لك إن من نتائج الثورة الفرنسية على المستوى الداخلي تغيير في النظام السياسي تحسين أحوال الفلاحين أن типа قلت ده ما قلت لك تغيير في النظام السياسي لي هو الغال ملكية علانية الجمهورية تحسين أحوال الفلاحين لي هو القضاء على النظام الإيه الإ показó ده كده على المستوى الداخلي داخل فرنسا أما على المستوى الخارجي خارج فرنسا أن فرنسا تصدت لكل الدول الأوروبية لكن طبعا فيدل العدو اللدود قصادهم اللي هو مين؟ إنجلترا كان موقف الحكومة الفرنسية قلت لك لعدة احنا لازم نقضي على إنجلترا المنافس الأول لنا طب نعمل ايه باعته نابليون بمنابرة القائد العسكري وقالوا له يا نابليون احنا قررنا ان احنا نحارب إنجلترا في عكر دارها عكر دارها ايه؟ ده انجلترا دي بتقع على جزيرة يعني محاطة بالمياه من جميع الجهات انتم متخيلين يعني ايه؟ محاطة بالمياه من جميع الجهات يعني خد بالك عشان نروح نحاربهم يبقى لازم نمشي في البحر يعني هنقابل أقوى أسطول حرب في العالم ازاي يا جماعة ينفع الكلام ده؟ هنقابلهم وهنتهزم طبعا أكيد طب نعمل ايه نابليون بمنابرة فقال لهم خلاص يا جماعة أنا عندي فكرة حين نستفيد من البلوك اللي قبل كده لويس الاربعتاشر أراضي السيطرة على مصر لضرب التجارة الهولندية المرة بمصر صحي كده؟ احنا نفس الكلام برضو هنبعت حاملة على مصر وكده هنبندرب تجارة انجلترا ونقتع الطريب ما بين انجلترا وأكبر مستعمرة ليها في الهند كان بتدخلها فلوس يبقى دي أول لقطة كمان لويس الستاشر أراضي السيطرة على مصر عشان يسهل تجارة فرنسا إلى شارك أسي بدلا من دوران حول أفريق يبقى احنا برضو هنسيطر على مصر عشان يسهل تجارتنا إلى شارك أسيا بدلا من الدوران حول أفريق وفي نفس الوقت في إطار التنافس الاستعماري يبقى عملنا مستعمرة تكون نوات أو امبراطورية فرنسية تكون نواتها من مصر يبقى قادي كده ده كان موقف نابليون بربارد وده طبعا كانت أسباب الحاملة الفرنسية على مصر تعالى بقى نشوفها أسباب الحاملة الفرنسية تسهيل تكويد تكوين تسهيل تجارة فرنسا إلى شارك أسيا بدلا من الدوران حول أفريقيا تكويد الامبراطورية البريطانية في الشرق إنهم يقدوا على الامبراطورية البريطانية في الشرق وآخر حاجة تكوين مستعمرة فرنسية يبقى قادي يا جماعة بالنسبة للدرس بتاعنا هذا تعالى بقى نشوف الأسئلة اللي قصدنا يرجع وجود انجلترا كعنصر أساسي في التحالف الأوروبي ضد الثورة فرنسية إلى تفوق أسطولة البحري ولا الحفاظ على الاقتصاد الإنجليزي ولا التنافس الاستعماري مع فرنسا ولا الحفاظ على التوازن الدولي انجلترا تمثل عنصر أساسي في هذا التحالف لإني قلنا فيه تنافس استعماري ما بينها وبين فرنسا برجل الكارن السبعتاشر من نتائج الثورة فرنسية على المستوى الخارجي تغير النظام السياسي في فرنسا ولا التحكم في طرق التجارة العالمية ولا تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تهديد مصالح أعداء فرنسا احنا قلنا على المستوى الخارجي فرنسا تصدت لكل الدول يبقى إذن اللي جابه إيه الله ينور عليك تهديد مصالح أعداء فرنسا كده يا شباب احنا عرفنا العوامل التي أدت إلى قدوم الحاملة الفرنسية على مصر وعرفنا هم يتمثلوا في عاملين أول عامل التنافس الاستعماري بين أنجلترا وفرنسا خلال الكارنال السبعتاشر والثمنتاشر الميلادي والحملة الفرنسية جزء من هذا التنافس وتاني عامل هو قيام السورة الفرنسية وبكده يكون خلاصنا يا شباب تعالوا بينا نشوف أسئلة درس النهاردة اختر إجابة صحيحة أحقامت أول ثورة اجتماعية في تاريخ أوروبا في العقد نقط من الكارن الثمنتاشر العقد السابع الثامن التاسع العاشر دي سيبك ما تفكر فيها شوية لأن العقد دي احنا ما خدنا عاش علاقة الحاكم بالمحكوم قبل قيام الثورة الفرنسية تتسم بيه التنامي ولا التراجع ولا التصارع ولا الوفاق اتسم الوضع داخل فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية بيه العدالة ولا الشورى ولا الحرية ولا الفساد تتوقع إذا أيادت الدول الأوروبية الثورة الفرنسية انتهاء الصراع بين إنجلترا وفرنسا ولا القضاء على رموز الفساد ولا البقاء على الأنظمة السياسية ولا ركود حرقة التجارة العالمية كده يا شباب احنا خدنا الأسئلة وخدنا الدرس بتاع النهاردة على أمل أن نلقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمزيد من الأسئلة حل تدريبات كتاب الأضواء وتدريبات بنك الأسئلة من خلال اللينك الموجود على الشاشة ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع أو أبليكيشن الأضواء واضغط على اسأل مدرسك واتتب سؤالك وهنجود لك عليه وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب خليك متابع خليك في الأضواء ترجمة نانسي قنقر